السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بداية حلقة جديدة على قناة يوسف سيد حاسين على اليسوتيوب وموضوع الحلقة اليوم هو الشرح موضوع الزكاة والحد الادنى للزكاة الكبير والفرض الطبيعي والحد الادنى للزكاة للفرض الصغير او الفقير اللي هو ممكن يتساوب الصغير عشان ايه انهم عمش فلوس اللي هو الحد الادنى اللي هو الاقل في الزكاة اسمعوا معايا الفيديو وستعرفوا كل حاجه بلتفصيل ممكن الاطفال برد يزكوا بحاجه بسيطة والكبار بردو حد ادنى معين هقول لكم بردو في الفيديو ده كل حاجه ملس تابقوا معايا الفيديو بس قبل حاجه واحسن من حاجه افتر السلام عليكم فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم من صلى عليكم صراحة صلى الله عليه بي عشان وإن الله عمل يستيعلون على النبي يا ايها الذين اعملوا صلى عليه وسلمهم وتسمهم صلى الله عليه ولتم التسميم استنوك إلي أجب الكتاب علشان اقول لكم كل موضوع الزكاء وكل تخصيله فيه وسمعوا معايا التلك المسكية والكتاب صغير كده فيه موضوع مواضيع كلها عن رمضان ومواضيع كلها عن رمضان وشوية حيات كده عن وخفرة الزنوب اقولها لكم بعد رمضان بإذن الله ولا أولا حين اقولها لكم في رمضان برضو اقولها لكم بس اسمعوا معايا في زكاة الفطر كده بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ بسم الله فرض الله الزكاة او زكاة الفطر طهرة لصائم رمضان من اللغو والرفس وطعمه للمساكين اي طعام للمساكين وهي الزكاة وهي واجبة على الحر للمسلم الكبير والصغير الزكرة والانسة يخرجها المسلم عن كل من تجب عليه نفقتهم شرعا يجوز اخراجها في اول رمضان واخر وقتها واخر وقتها امت بجأ يركزه بحته قبل صلاة العيد اخر وقت زكاة قبل صلاة العيد لتمكن لماذا بجأ المغزف اللي انت لازم تخلصت الزكاة قبل العيد لتمكن الفقراء او الفقير بشراء ما يحتاجه قبل العيد ويجوز اخراجها ويجوز اخراجها امت فيجوز اخراجها نقضا خمس جنيهات الفقير اللي هو مش معاه فلوس يزكي بحاجة كبيرة او او اطفالنا الصغيران اللي حابين يزكوا بحاجة كده يعاود نفسهم او يعاود اولادنا يعني من صغرهم على ايه يزكوا عن نفسهم تمام تمام بخمس جنيهات بس اما اذا امكن في الزيادة فهو خير للجميع وخير للفقراء والمساكيني فهم فالفقراء هم اولى من غيرهم بالزكاة يعني ايه لو في برضو من الاقرابين زكاة تده لهم بديهم برضو الاقرابون اولى بالمعروف اما لو انت عاوز تعرف في الزكاة ليك انت شخصية لو انت كبير عن او حابب تدي زكاة طبيعية بقى مش للصغير الخبز من ايه او انت فقيد معاكش تعمل زكاة كبيرة هم اللي هو الحد الادنى للزكاة الفقير ثلاثة كيلو من اي حاجة ثلاثة كيلو رز ثلاثة كيلو جيك ثلاثة كيلو اه اي حاجة من انتوا عارفينها او اي حاجة من النشويات يعني او البلح كده اي حاجة من النشويات بلح رز مكارونا اي حاجة دي النشويات دي كلها اي حاجة تزكي مثل ذلك وعشان تتأكدوا من اي أنا بقوله ده اي الكلام اي أقول ده اي الكلام ده مش اللي انا بتكلم من يعني مش ان اي دماغي لا خمس جنيهات ده اكذا من الكتاب وكل حاجة من الكتاب ف الكبير بلحى ثلاثة كيلو حد الادنى حد الاقل ليه والصغير خمس جنيهات اللي هو يعاوز بيزكي عن نفسه بس بيش عارف يزكي ازاي. حاجة بداية ليه كده خمس جنيهات يزكي عن نفسه بيه بس بيش ما عليش الفيديو منقطع ونكمل مع بعض انتو عارفتو الزكال الكبير تلاتة كيلو من اي حاجة من نشويات بلح او مكارونا او ارز او ارز يعني اضمس خمس جنيهات من اي حاجة يعني يجيب خمس جنيهات باي حاجة ويفرع وكذا تمند حمد الله عني حلقة اليوم وان شارح انصر فينا سيديك لما انا افضل استفادة وكاية اوما استفادة اكتركم بالضغط على علامة اللايك والاشتراك وتفايلة ازال الجرس لأسر لكم كل جديد ونعرف ان انت حبته الفيديوهات دي هم كامل فيها وشكرا على مشاهدة في لعية الله وامني وحبزة فاللام عليكم